اشتركوا في القناة طبعا لو ما تبعتنا في الحلقة الماضية راح اترك الرابط في صندوق الوصف نجي ندخل على برنامج نجي على ايقونة نجي هون في محرك البحث نكتب نجي بنختار اول انا بنضغط هيك نزل معنا انا بنجي بنرجع لصفحة زي ما تشايفين ظهر معنا الان هذا الموجود لو ضغطنا عليه راح يعطينا لسالة هاي الورور يعني المستخدم او اليوزر موجود حاليا على ما عنده اي صلاحيات عشان نحل هاي المشكلة لازم نعمل يوزر جديد بنيجي اول شيء على مسار البرنامج الماي اسكيوال ندخل عالسية برقرام فايل بننزل على الماي اسكيوال ماي اسكيوال سيرفر على ملف او فولدر البن الان بنضغط الفراغ جمب كلمة بن هيك اعطينا مسار البرنامج نجي بنكتب نضغط انتر بعد هيك بنيجي بنكتب ماي اسكيوال براغ ماينس يو روت ماينس بي طبعا زي ما شرحنا انه اليو اللي هي اليوزر نيم والبي الباسورد طبعا اليوزر نيم روت اللي بيجي باي دفولت لما تنزل برنامج ماي اسكيوال سيرفر نغط انتر راح ندخل الباسورد اللي انشانه لما نزلنا برنامج الماي اسكيوال نضغط انتر عشان ننشئ يوزر جديد نستخدم هذا العمر ريت كليك كوبي طبعا راح ننشئ يوزر اسمه محمد وبالباسورد نفس الباسورد القديم راح نضغط انتر الان عشان نعطي الصلاحيات لهذا اليوزر راح نستخدم هذا العمر ريت كليك كوبي طبعا معنا هذا الامر اللي هو انه في حال غيرنا صلاحيات المستخدمين او اضفنا او حذفنا اي مستخدم او يوزر فبتحدث تلقائي بدون ما نرجع او نعمل عادة تشغيل للسيرفر نضغط انتر هيك الامور تمام طبعا الثلاث الاوامر هاي راح اتركها في صندوق الوصف الان بنطلع من الكنيكشن اكزت كمان اكزت انتر الان بنرجع للفيديو والستوديو الان هاذا الكنيكشن راح نحذفه او الشي بنحذفهاي دليت الان بنضيف الان بنضيف الكنيكشن جديد في اليوزر اللي استخدمنا او لانشأنا جديد نكتب لوك الهوست نضغط انتر ندخل اليوزر نيم الجديد نضغط انتر الباسورد اللي انشأنا نضغط انتر كمان انتر كمان انتر هيك صار عنا كونيكشن جديد زي ما انتو شايفين بالدايباز الموجود عليه الافتراضية الان عشان ننشأ قاعدة بينات جديدة بنيجي على ال الوكال هوست على الكنيكشن رايت كليك نيو كويري نستخدم هذا الامر اللي هو create database ونسمي database نسميها بHR رايت كليك copy رايت كليك بيست الان بنيجي مع هذا الفراغ بنضغط رايت كليك run mysql query هيك انشأنا قاعدة بينات جديدة لو ضغطنا هون مش موجودة بنيجي بنعمل refresh للكونيكشن ظهرت معانا قاعدة البيانات زي ما تشايفين قاعدة البيانات فاضية عشان ننشأ جدول او تيبل جديد في قاعدة البيانات بنيجي بنحذف هذا السطر في عندي مثال صغير على تيبلز انا انشأتها رايت كليك copy رايت كليك paste طبعا هذا التيبل اللي انشأنا اللي هو create table HR اللي هي قاعدة البيانات والemploys اللي هي اسم التيبل وهونا ثلاث امثلة بسيطة على التيبل اللي راح ننشأه الان right click run mysql query زي ما انتم شايفين هاي رزلت الظهرت معنا الان بنسكرهم الان برضو زي ما انتم شايفين ما ظهرت بنيجي بنضغط right click refresh ظهر معنا التيبل الان برضو right click على التيبل select top 1000 بعد هيك right click run mysql query زي ما انتم شايفين هاي الجدول او التيبل تم انشأه بنجاح مع ال data اللي دخلناها على شكل مثال لما انشأنا التيبل وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتم معنا وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة